شاب على خلق ودين له أخ وأخت أكبر منه وكان يعيش مع أبويه وشقيقيه في بيت واحد وبعد تخرجه من الجامعة تزوج من زميلة له في العمل واستأجر شقة بجوار بيت أبيه وخلال ذلك كان يساعد والديه وأخاه الأكبر منه كما قام بتجهيز أخته نظرا لظروف والده المادية الصعبة وكذلك شقيقه الذي ينفق على زوجته وثلاثة من الأبناء وعندما حصل على مكافأة كبيرة من العمل قرر إرسال والديه لأداء العمرة لأنها كانت أمنية لهما وعندما واجد الزوج نظرات زوجته فيها بعض اللوم عليه لأنه يهتم بأهله أكثر منها ذكرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وبعد أيام قليلة دخلت الزوجة على زوجها مسرورة وقالت له لقد سمعت بالأمس آية أثرت في فهمي كثيرا وجعلتني أشعر بالتفاؤل وهي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون واليوم جاء كخطاب للعمل بالخليج كإعارة لقد استجاب الله لدعائك وحقق أمنياتك لأنك أحسنت إلى أهلك وبعد عام من السفر رزق الله الزوجين بأول مولود لهم كما استطاع شراء شقة لهم واستمر الزوج في مساعدة أسرته دون القطاع ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه ومعنى ينسأ له في أثره التوفيق للطاعات والبركة في عمره رواه البخاري ومسلم